ازايكم عامليني اخباركم يا ربكم بخير? هتكلم نهاردة معكم عنين حافة. بس سبل ما اتكلم حابب ان انا اعرف نفسي انا دكتور حسن محمد دكتور صغدالي. بنتكلم مع بعض هنا اه عن بعض الادوية اللي ممكن نستخدمها في حالتهم ما او مرضهم ما. بنتكلم عن بعض الادوية اللي ممكن نكون احنا بالاستخدمها بشرط الخاطئ او تكون بالاستخدمها لصائد افكت بتاعها او التأثير السلب بتاع. على سبيل المثال ان حافة ان حافة ديك معظم البنات بتاعيني من مشكلة ديك وفيه كمان شباب بتاعيني من مشكلة ديك. بس فيه بنات بترجع للطريقة السهلة واللي هي ديكساميسازون. ديكساميسازون ده كورتيزون. ديكساميسازون طبعا ليه مشاكل كيرة جدا. انه ممكن يسرع معايا اه زفور مرض زي مرض السكر ويرفع معايا الضغط. فديك مشاكل ممكن تكون بسيطة بالنسبة التوابع اللي ممكن نعملها لما انا استمر عليه فترة وبعد كده اجي عمل له قد داول مراهده. وابدأ ان انا اوقفه مراهده. فدي مشكلة. ومشكلة بيبقى لها توابع وكمان الكورتيزون او بيخزن معايا تحت الجند. فبالتالي انا مستفدش بوزن او انا وزني مزادش. انا نشيب مسلا ممكن يكون يتغير. ممكن يكون فيه مناطق او بعض المناطق باني ان انا فيه زيادة فيها. بسيطة كله باضرار وآآ بحاجات سلبية. قبل ما نبدأ ونقول ايه الكورسي بتاعنا لازم انه كنا احنا عارفينه سنانين ان ما فيش حاجة آآ بنزيد مرة احدة او ان احنا بنزل مرة احدة. الجسم لازم ان يحفظ المراهد بتاعته لازم لان ان انا ابقى مسبت جسمي في وضع معين. يعني انا ما ينفعش مرة احدة اقول له افضل الالات دا. الالات دا يجيب معاك نتيجة سفلال يوم وليلة. مفيش حدث ماجد او شعر وانت اتناه نفسك ست عشرين كيلو او عشر كيلو. اول عكس. لان انا جاول له خلط بالشعم دا فانت تخص عليه. فبالتالي لازم ان نكون فاهمين دا. وان لازم ان الجسم يبدأ ان هو يفض الوقت بتاعه. وزن شكل سريع. دي اول حاجة. تاني حاجة. سي عوامل بتقصر معي على اه مقصان الوزن او النحافة. زي اه لو في ديدانة المعدة او في المقبوص المعدة او سوق العظم. وان اللي تلقاك له دا طبعا حاجة السيئة فاجزة. لازم انكم فاهمين حاجة كده تانية بسيطة. السعرات الحرية. السعرات الحرية دي يصدور برضك من الحاجات اللي لازم ان تركز عليها لو انت عايز تدخن او انت عايز تزيل. تزيل في الوزن. ليه? السعرات الحرية ديها هي الكنترول او الان زي ما بيقوله كده اللي انت لو عرفت الحاجة مسيئة هتدقي الدنيا معي تفرعة اثمانة وتمين درجة. سعرات الحرية لو قلت جسمك هيئل. لو زادت جسمك عايزيل بمنطقة البساطة. يعني انت ممكن تكون بتاكن بس معدل حاجة بتاعت جسمك عاري. فلازم ان تزود اكلك. وكمان عندنا مشكلة تانية ممكن تكون سبب النحافة او سبب اساسي ورئيسي في النحافة. اللي هو سد الشهية. او انا ماليش نفس ان انا يقول يا دكتور اعمل انا ايه دلوقتي دي مشكلة ممكن تكون بسبب برضا كده تاني وممكن تكون بسبب تعود الشخص انه ما بيكلش الواجبات الرئاسية بتاعته او انه هو بيأفخر الواجبات الرئاسية بتاعته. يعني فيه شخص ممكن يسحى بدري يبدأ ان هو يفتر وفيه تاني شخص ممكن يسحى وبعد ثلاث اربع حمس ست ساعات يبدأ ان هو يفتر. فهنا ده في مشكلة وهنا في مشكلة. وقبة الفطر هي اعتبر الواجبة الرئاسية او اهم وقبة الجسم محتاجة على مدار اليومكم. فانت لازم انفطرت وتبقى انتزبط لازم اللي هو مجرد انا باقلو فلوس. ديك حاجة اللي احنا عارفنا وكده اعتبر احنا اتكلمنا عن بعض المشاكل الاسباب اللي ممكن تكون بتسبب النقافة. لازم ان نكون برضا تحطين في حسابنا الجموغلوبيين. او الانيميا. الانيميا برضك ممكن تكون عامل اساسي برضك في نقصان الوزن او النحافة. غير طبعا بعض المشاكل اللي ممكن تكون ناتجة من الغرض الدراقية او السرعة الحرق بتاع الجسم. تكون لها عوامل كتيرة جدا وانكن هي تزود معي النحافة. فاحنا نبدأ واحدة قبل ما نعمل اي حاجة بنعمل تشيك للجسم كله بنعمل يعني تحاليل للغدة بنعمل تحاليل سي بي سي بنعمل تحاليل عشان نشوف فيه ليدان ولا لازم بنعمل تشيك كده. طب احنا عملنا تشيك كده وما فيش اي حاجة فيه والحمد الله تمام زي الفل. طيب ايه بتاعمل ايه? نبدأ ان احنا نتجر بنحنا نافض حاجات. نزود معنا الصغارات الحرية. ونبدأ تغفض على سفة معي للشهية. دي احنا في الكورس بتاعنا هنركز على حاتين. هنركز على حاجة تزود معنا سعارات حرية. وهتركز معنا على كمان على حاجة اه فتح للشهية او بتزود مع نا للشهية شوية. عندنا اول معدة مهمة جدا في موضوع اه فقد للشهية ولو نوقص يسبب المشكلة ديك لوان زينك. هنقد بادله الاكتوزينك يوميا قرص مراهد يوميا وغير ان الزينك من الحاجات كويسة جدا بالنسبة للشعر وبالنسبة للبشرة. وبالنسبة كمان للتغفض. الحاجة زي كده مش تبقى فيها اي ضرر لينا وده كمان معلن مش هيسبب اي مشكلة وكمان الزينك بيستخدم في رفع المناعة. فما فيش اي مشكلة طالصة فقدنا تن يوم قرص مراهد داوميا بعد الستوار. هنأخذ معنا حاجة اسمها دي جيستيز. دي جيستيز ده لالتفاجات الكويسة جدا لفافة الشهية لانه هو يعتبر كله من الاعشاب بالسينير والنفيوم بالكلام دي كله. فالحاجات اللي كلها بتساعد على فتح الشاية. من الحاجات الكويسة جدا انه ممكن تستردمها تلات مرات قبل الاكل بنص ساعة. وهنفقد معنا الحاجة الرئيسية والأسية. لها ترفع معي معدل السعرات الحرية. البايو جينار. وانه بايو البيو جينار ده اعتبر من الحاجات الكويسة جدا لان باردك بيحتوى على ويتامينز كتيرة وبيحتوى على مينرلز الامان. بيحتوى كمان على كربو ايدريت وبروتين تعلي معي نسبة انساعرات الحرية. فاظن انت لمية كورس مفيد جدا. مفهوش اي ضرر اطلاقا. برضك ما منووش اي مفاطرة عليك اي شيء. البايو جينارز اعتبر ممكن استعمله برضك مرتين في اليوم معلقة كبيرة على كوباية لبن او كوباية عصيرة حسب ما انت تحب. في من البايو جينارز في منو سوكولاتة في منو براولا في منو بانيليا في منو كذا انا بقى في اخر الفيديو ده عايز اوضح نقطة مهمة جدا. انا ما بعملش دعاية لأي منتد من المنتدات دي فلا اطلاقا. انا والله بحاول ان اقدم معلومة تكون عندي. تفيدك وتفيدك جدا. مش ابتر من كده ومش قادم. ان شاء الله شوفكم فيديو جديد وقليلو رأييكم بالفيديو ده والفيديو ده عذابكم. شوفكم بخير.